وفق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في بلادنا بحدف التصدي لمشكلة تنعدام الأمن الغذائي وتدعيم قدرة اليمن على الصمود وحماية سبل كسب العيش وقال وزير التخطيط وتعاون الدولي دكتور واعد باديب أن موافقة البنك الدولي على التمويل الإضافي للمشروع تأتي ضمن اليهود الحثيثة التي تفذلها وزارة التخطيط في حجة الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين وأوضح أن المنحة الإضافية ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية اليودة تتميز بقدرتها على تحميل أو تحمل تغير المناخ وكذلك المساهمة في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية الأمر الذي يساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في بلادنا